اشتركوا في القناة انا حمود خالد ودي قناتي بنزلها فيديوهات وفلوجات عن التصوير والمونتاج وشوية حاجات تقنية جديدة كده فلو انت مهتم بي حاجات دي ستعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان نوصل لك اي حاجة انا هعملها اوقات كتير بنبقى متفرج عن نت مثلا وقابلنا الصور وفيديوهات الالوان بتاعتها بتبقى حلو قوي ومرح العين وبيجيب بالنا الالوان دي تعملت ازاي او الفيديو ده بقى لونه حلو كده ازاي طبعا بيبقى في فيديوهات متعوب عليها وفيديوهات تزبطت الالوان بتاعتها بسهولة جدا وفات وصير جدا وبتبقى حلوة جدا كمان النهاردة هنشرح لكم اسهل واسرع طريقة تقدر تلونه بقى الفيديوهات بتاعتكم ومش شرط تكون محترفة او عندك خبرة كبيرة ومهما كل برنامج تشتغل عليه يلا بينا نبدأ الفيديو اهلا بكم مرة تانية الاداة اللي هنستخدمها في الفيديو النهاردة اسمها لوتس ومش رعب ريسيت او فلاتر هستخدمها بالاسم الاجنابي بتاعها او بالمناسبة مجموعة اللوتس دي انا مجمعها من اماكن كتير جدا من قنوات يوتيوب من مواقع من مصادر مختلفة مجموعة اللوتس دي نستخدمها على الفيديوهات او على الصور في الفيديو ده هشرح ازاي نطبقهم على الفيديوهات الفيديو الجاية ان شاء الله هشرح ازاي نطبقهم على الصور في برنامج الفاتوشوب بس كفاء رغي كده ويلا بينا عالجهاز نشوف ازاي نستخدم اللوتس دي في فيديوهاتنا زي ما قلت لكم ان اللوتس تقدروا تستخدموهم على اي برنامج دلوقتي انا هطبق على البرامير معانا الشوت متصور في مصر ومحافظة الغربية اه بالمناسبة الشوتات اللي انت شفتوها في الاول معظم هم انا اللي مصوروا في مصر هنا الا شوتين بس متصورين في امريكا واستراليا اللي احنا نشتغل عليه اول حاجة هنروح على كرياتف بعد ما فتحنا كرياتف بنضغط على نامن في طريقتين انك تجيبهم من جوا من براوز من على الجهاز او انك تضيفهم في البريمير يبقوا موجودين بينضفوا ازاي بقى شايفين الفايل اسمه كرياتف جوا ادوبي ادوبي بريمير هحط لكم المصار بتاع الفايلات دوت في الديسكريبشن عشان لو حد هاز ياخدوا كوبي ويحطوا هنا وينسخوا عشان يوم اخدهم كوبي من الفايل وحطتهم هنا او تقدرتوا اقفوا الفيديو هنا وتخشوا على المصار ده عندكم على الكمبيوتر وتموا حطين اللوتس في المكان ده خلو نرجع للبريمير الطريقة الثانية ممكن تضغط براوز لو انت عارف لوتس معين وحافظ اسمه هتقدر تضيفه هتدور عليه وتضيفه لو مثلا انت متعرفش ولسه المرة تشوفهم تعالوا نجرب واحد واحد كده نشوف انو انسب واحد الفيديو بتاعنا وليكن اول واحد ده ما عجبنيش تعال نشوف غيره فايع قوي قالوا انو ما عجبتنيش برضو لا مش دي الالوان اللي في دماغي انا في دماغي له معين اه ده ادور لغاية من ما اوصل اقرب درجة وبعد كده اعدل علي غاية ما تهجبني تعال نفش على اللي بعده اعتقد ده قريب من اللي في دماغي هبدأ اعدل عليه شوية لغاية ما يبقى زي ما انا عاوزه بالزبط تعال روحوا بقى لباس كوريكشن اول واحده تعالوا مثلا نتديلو شوية ازرق كده في لويد بالانس نعلي اكسيبوتر شوية متراست 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 شوية مرتحي لباس كوريكشن تاني هنقالي الفاقاؤه قريب origin عادي ممكن تقلل وتزود في حاجة وبعد كانت ترجع تعدلها تاني براحتك حاسن ان اللازرة زيادة شوية فهنقلله شوية بتفضل تعدل لغاية معينك ترتاح وتحس ان ده اللون اللي انت عاوزه عشان تطلع افضل نتيجة من اللوتس لازم تجرب لازم تجرب وتعدل وتزود وتنقص لغاية ما توصل افضل حاجة ممكن تكون جربت اللوت معين وما طلع لك شنتيجة الحلوة جرب غيره وبرده غير في النسب لغاية ما توصل لليل انت عاوزه دلوقتي انا استكررت على ده تعجبني ممكن شخص تاني اخد نفس اللوت ويتطلع الوان مختلفة تانية خالص بتختلف من شخص الاخر والازواء بتختلف العيون بتختلف كمان بس انا كده خلصت يارب تكونوا استفدتوا ان شاء الله في الفيديو الجاي هولوكم ازايت اطبار اللوتس دي على الصور في برنامج الفوتوشوب وليولي في الكومنتات اي رايكو في اللوتس ديت هل هتفدكو ولا لا كمان لو حد عندوا سؤال عن اي حاجة يقدر يسألني حد برضه عايز ان نعمل فيديو عن حاجة معينة يقدر يقولي في الكومنتات بس ما تنسوش تعملوا لغاية للفيديو وتشاركوا الفيديو مع اي حد مهتم بالمونتاج او صناعة المحتوى طبعا ما تنسوش تعملوا سبسكراي واتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي حاجة انا هعملها الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة